الغربال بس على الأقل بس على الأقل الراجل بيعترف بيه أيوة أيوة فيه مراجعة ده غلط وده صح إنما الأخطاء ما زالك مستمر ضد الأهل يعني محدش بيتعلم يعني طيب الفار والأهل يا جماعة بدر بدر يلعب في عب وجد لأنه إنت لما تشوف مباراة مبارح خلينا في آخر حاجة لقى اللي بيلعب مع المحلة في غرفة الفار الكابتن محمود باسيوني والصفارة مع الكابتن محمد الحنفي الراجل اللي جوه الأقضى ده اليقص جدا اللي رايح يفتش على الصباعة الصغير بتاع الشناوي لمس اللاعب ولا يع ويستدعي الحكم والحكم يروح يقول له لا ما فيهاش حاجة فالتاني يصمم يقول له لا مش شايف فيه حاجة ويرجع الحنفي يماشي كلامه تخيلوا إنه الراجل اليقص قوي ده اللي بيدور على الصباعة رجل الشناوي الصغير هو نفسه اللي أنا مش فاهم إزاي اللقطة اللي انتوا هتشوفوها وهو بيدوس اللعب الأفريقي في المحلة وهو بيدوس على ركبة أكرم توفيق اللي وقع على الأرض بقول لكم ده طرد بمحضر لكن اللي كان بيفتش على الشناوي وصباعة رجل الصغير ما شافش الده سال اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي الغريبة جدا ضربة جزال لأكرم هتشوفوها بس خلينا وريكم الأول الدوسة الجامدة قوي على ركبة أكرم توفيق وده على فكرة سجلوا الكابتن أحمد الشناوي خبير التحكيم لأن المسألة كانت واضحة وغريبة وعجيبة إزاي في غرفة الفار هذا اللي يقص جدا بول الله كده ما استجابش الله ورغم كده عايزين تغييره كلها تنبرك نشوفوا الكابتن الشناوي عشان بقول لهم عيب هنا ده دخول الفار يتدخل فيها تشوفوا الحالة تشوفوا الحالة لما تتعاد بها بصوا مين اللي بياخدوا الكورة أكرم أكرم مين بقى خلي بالكو هنا نقف بس ثانية واحد خلي بالكو هناك فرق من الالتحام أنا رايح ألتحم بشكل بقطع طريقك للاتجاه اللي انت رايح فيه أو أنا بلتحم معاك على نفس الاتجاه اللي انت رايح فيه لعب المحلة هنا بيلتحم معه لعب النادي الأهلي بأنه بيقطع عليه طريقه للتقدم فبالتالي الالتحام جاي من لعب غزل لو نجح في لعب الكورة خلاص قدي نرجع بس نرجع نوري بس ركابتن نمشي هنمشي نمشي بص اللي بص اللعب رجل الاتنين أكرم بيلعب الكورة واللعب رجل الاتنين في الخلف إذن أكرم بيلعب الكورة الأمام ووراء يلعبها بصوا بعد كده بقى ركبة اللاعب لما نمشي قدام شوية بصوا بقى اللعب تبصت الركبة خدت إيه الرجبة قدم اللعب هي دي التفاصيل اللي كنت تتمنى حاكم الفار يجيبوا فيها حالة اللي جاء لما نشوفها ده عشان أنا أكتب ورق كده يعني ادي كده الاولى دي ضرب الجزاء للاهل بس يعني وعي يعني وعي يعني وعي الجزاء هنا كان على حكم الفرن محمد الحمد هنا بقى نيجي للحالة خلاص اللي يهمني دلوقتي ان الكرة كانت مع مع مين مع الشناوي الشناوي وصل للكرة ولعب الكرة عكس اتجاه اللعب الفرن نداله نداله على ايه خلي بالكم واللي جاي مين اللي بيزقوا الكرة الوقتي مين اللي جاي في الاتجاه عكس الشناوي اللعب الالتحام جاي من مين خاصة ان الشناوي لعب الكرة زي ما يعني كابتن فروق حتى كان اعي جنبي ده رجله سبتت ده لعب الكرة ورجله وقفت يعني ما 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 فيش اكسترا موبمنت يعني فيش ايه حركة اضافية قدت العرقلة شوف هو حتى محمد الحنف قال له وريني من الصايد التاني عشان يبان ان الحر تبص بلعب الكرة بيزقها عكس اتجاه اللي جاي عبص بنرجع هنمشي هنمشي اهو بيلعب واللعب بص بقى بروح يقبط في مين بقى من اللي بيضغط الالتحام المهاجم مع قدم مين مع قدم الشناوي بايزان النهاردة الشناوي مع القلش ومع ماتش حقي ده اللي انا عايزه زي ما حكمنا على اللي فاتت بنحكم على نفس الحالة كنت اتمنى من حكم يعني الفار او الفي اي ار انه كان يجيب الحالة دي والحالة التانية طيب على رأي استاذ ابراهيم يعني الفول لو كان فيه فول حيبقى ضد اه يعني مرتكب في حق الشناوي مش العكس ورغم كده الفار حاب يتمحك اي تمحيك طيب تعالوا بصوا بقى يا جماعة دي بصوا بقى الكارثة دي شايفين اللي بصوا شايفين اللي كان بيدور على الصباح الرجل بتاعت الشناوي يعني راجل بيكسر له رجبته بصوا يعني ده راجل لسه دار رجبته من وراء من وراء وهو على الارض ده ده الصورة دي الصورة دي يا استاذ ابراهيم مش محتاجة لجنة مسابقات انها توقف لعيم ده بص 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 ينبغيس ودي كان عنده فرصة يتفديه بصوا يعني هو عنده فرصة كاملة يتفديه هو نقول لك حاجة الراجل ده وقع نتيجة انه ده بصوا اهو ما لفتتش نظرك يا بس يوني ها لا هتو ماشو كلاتنبرج يا جماع ماشو كلاتنبرج هتو حد نعرف نكلف يعني اللي لازم نقول ماشو كلاتنبرج يعني مين اللي يقول انت مضارف ايه هو على فكرة كلاتنبرج لسه ما رح اكلوش الحالات كانوا مستنين ان الاسبوع ده هيخلص النهاردة عشان يبعتونه بقية الحاليات لانه ما اعتقدش ابدا اي مسؤول هيشوف لقطة زي دي هيغفر لحاكم الفاق لا 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 دي جريمة وبالمناسبة انا مش قادر افهم ده بيدوس عن عمد يا براهيل الحانة في الحاكم كان قريق اهو بصوا لما ترجع عن مصر يعني هو ترجع لللقطة تاني عشان الحاكم هاي بان هل هو رايح للكرة ده بيدوس عليه اهو الحاكم هو موجود بصوا بينه وبينه اديه ادي الكرة ايه انت رايح فين بقى انت رايح فين كده اه بصوا بقى هو بينزل عليه ده اللعيب ده والله العظيم بتلاتة يعني ده ده يرحل لانه متعمد ازاء بشكل فج اه ده مش فاول ده مش تهور ده تعمد يا أستاذ براهيل بص ده جابريل قولك الاهل بيجامل اخوان اه الاهل بيجامل في ان هو ما بيسبوش لعبته تتكسر وبيتكلمه فضله فضله يعني ما اعتقدش فيه اذا كان هذي مجملة الاهلي يعني مش عارف انا بقى همال يعني اللي افترة يبقى ايه اسمه ايه طيب ليه الفار استدعى الحكم الزميل محمد شبانة هو راخر ابدا اندهاشه منه نشوف للمرة التانية عالتوالي حكم الفار يستدعى الحكم الحنفي علشان خاطر يقول له بص على اللعبة بتاعة الشناوي فيها ايزاء لمهاجم المحلة ولا لا الكورة واضح جدا انه فاش حاجة طب انت بتستدعيل ايه يعني باينة على طول من الوهلة الاولى لا اي حد مش متخصص انه فاش حاجة ده الحرج اللي كنا بنتكلم عليه اللي بيحطه حكم الفار للحكم اي حد النهاردة متربس هيقول ايه ده كان مفروض يطردوش الناوي وما طردوش ده الحكم للاهلي وهو الحكم ماشي كواس جدا محمد عادل نفس الكلام الكورة البنالتي بتاعت سافيو ولا اكرم طوفي الاتنين اتخبطوا من عمر ردوان في ماتش الطلاقع نفس القصة عشان كده لما راح محمد عادل ما وقفش عشر ثواني وساب الفار ومشي يعني كورة بنالتي لكن وقاء الفرحان حطه في حراج شديد جدا عشان كده كان منفعل جدا بعد الماتش محمد عادل لانه كل الناس اللي عايزة تتربص اللي لها مزاج دايما تتربص بالتحكيم ودول كتير للأسف على طول ميسكوف دي قال لك شفته والفار طالما جابه يبقى لازم معرفش ايه اصل الفار والناس بتفتي ولا حد فهم حاجة تستدعي الحكم ليه وتحطه في موقف محرج ليه ويبني الحنف وكأنه بيجامل الاهل او محمد عادل في البنالتي بيجامل الاهل ولا ده جامل ولا ده جامل فانا معرفش برضه ازاي دول حكام فار هذا التدليس والتحيز الواضح ضد النادي الاهلي يا أستاذ إبراهيم يحدث في وجودك لا تنبرج اللي عايزين يغيروه كمال في غيابه هيحصل ايه هقولك يحصل ايه هتدي الدوري سنتين للمنافس ها تسليم بيد بيد كده بعلم الوصول تسليم اهالي زي ما حصل ها تستخسرت الدوري سنتين اللي في قد فانت هو عايز ورغم هذا الناس ما عصروش معاك يعني برضه بيحاولوا بس الامور اوضح نتيجة بقى ان الحكام عارفين ان كلاتن برج حيراجع الحالات دي ايوه فما بيستجروه اه انما اللي مستخبالي في قد الفاردة اللي مش عارف هو بيراح ينام ازاي يعني ازاي يعني انت بعد ما تشوف لو الراجل ده رجبته قد تكسرت كان لازم ترفع عليه قضية اه تعويد من اللاعب لابتاع الفار لانه سمح بهذا العنف اصلا انت لما تسمح بهذا العنف بتقول الناس ايه خدوا راحتكم وهو الاخ معروف احسن حكم في مصر هو السنة اللي فاتت في نفس الملعب عمل ايه ضربتين جزاء ايه فاول مش فاول جاه منه هدف الاهلي طرد الاعمى يشوفه ها ما عملوش كان يغير مثلا دي واحد زي اتنين تلاتنبرج تلات ازاي تلات ازاي 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 بتستدعيه لانه لانه فعلا الفار زي ما شابانا بيقول هو انت مستدعيه عشان تشكك في القرار وتظهر اتفضله اتفضله بصوا اهو اتنين مالوش دعب الكورة تفضله هو بالمناسبة حسب التانية حسب بتاعة سافيو بس كان لازم ان يصفر وقتها بص بقى دي بص بص رجله ايده من ما مسكت رجل اللي عين يعني هو لو صفر بعد بتاعة سافيو كان منع كل ملحيش يا ابراهيم بقى هو حاب يدي فرصة بص هي كده كان لازم ان الصفارة تطلع انتهت اللعدة بقيت التهريس ده كله طيب والتهريس التالي ده ضربة جزاء وطرد لان الحارس بص بص ايده لا فيه لقطة يا اخواننا كل ما قول جبوها ما بتجيش فيه لقطة هو ماسك قصة بط رجل اللاعب انتم متخايلين اتفضله بصوا ايده الشمال ايده الشمال فوق اهي فوق دماغ واي اكرم موقعه دي كان ممكن يدي صفارة على طول يوقف اللعب ودي ضربة جزاء راح مكمل اتفضله عمل ايه فسافيو فوشو هنا كان لازم ان يصفر اتحت الفرصة بالشكل ده فتح الباب وده اللي قاله كلاتنبرج انت ليه ما صفرتش في دي هي دي فتا لكن الاستدعاء بقى من قبل وقل فرحان كانت هي الكارسة بقى انتم متخيلين ان خطى بالوضوع بص بص عادل بقول له بقول له انت عايز فيها ايه ازاي انت اصلا جايبني على عشان تسمع كلام فارغ بعد كده اقول لك اتحاسبت له ده تلات ضربات جزاء تلاتة في واحد اتفضلوا اه 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 لا وبعد كل ده تستنعيه علشان مش عارف عايز تفتش على ايه في نواياك وفي اللي فاتت اكرم يتضرب جامد والضربة اللي ممكن فعلا مش تضرب ده كارسة واحد بيدوس على رجبة واحد ده مش فول ده مش تهور ده مش اهمال ده واحد بيدوس على رجبة واحد وهو نايم ورقبة مقلوبة واحد ضرب لعيب غير كورة ده زي الكوع اللي تديه اللعيبه هو وايه ده اعنف بالكوع والله اذا واحد رجبته متنية على الارض ده زي باس مرسي مرأع ساعد سامير كوع فوش وفتح له دماغه اه وفيتساف الملعب يجيبه ليه وساعد سامير يلعب مش شايف ايه بقلافه في دماغه اه وتقول لي ده ورياته وتقول لي ايه طيب بالشكل ده كابتن توفي السيد الحاكم السابق سجل رأيه ايضا في فكرة استدعاء الفار عمال على بطال في حاجات واضحة نشوفه اول ما تعادت الكورة بتاعت الشناء ولي ضغط عليها برجليه على المهاجم بتاع المحلة من اول ثانية قلت مفاش حاجة لان الشناء وصل للكورة ولعب الكورة والتاني ارتطن به ولا انا غلطان لا كلام حضاك مزبوط مية في المية لا وهوهود لمخالفة تماما تماما طب حلو لماذا يستدعي حكم الفار الحكم في لعبة زي دي فيحطه في موقف محرج قدام الرأي العام خصوصا ان في ناس في الجماهير سواء اهلي او زمالك او اسمان دي الجماهير يعني بالزاد بتتربص في الموقف اللي زي دي اه كرام حضرتك مزبوط مية في المية انا بشوف اللعبة من الالعاب السهلة جدا مفيش مخالفة من الاساس لكن هافترض معاك الاسوء يا كابتن محمد ان في مخالفة هافترض ان في مخالفة طيب او محمد الحنفي سمح باستمرار اللعب يعني ادأ اتاح بفرصة لو حضرتك لاحظت هتلاقي محمد شاور بيدي ادأ اتاح بفرصة والكورة راحت لمهاجم النادي المحلة حاول يلعب على المرمى رجع التاني واحد تاني شاطها يعني في الحالتين حتى لو في مخالفة برضو ما استدعوش لان اللعبة كمية يعني مش ممكن هو كل اللي زعلانين منه انك لاتن بيرجي بقول له باي اللي بتعملوه ده يا جماعة بس اه حد بيراجع عليه حد بيكشفرك انما هو مش موجود معاه في قط الفار القرار بتتتخذ والاضرار بتتحقق وبيعملوا اللي هم عايزينه بس بيلاموا ازاي تلوموا وازاي مقدرش يطلبوا يرد عليا ده انا طلبتوا ما ردش عليا ما هي برضو وبيني وبينك ما صحش ما ترد عليه ما تشوف طلباته ما تسمع الكلام مش ممكن يا اخوانا ده الكلام ده بتقال يعني احنا فين الدولة المؤسسة للاتحاد الافريقي اقدم دوري في المنطقة العربية احنا احنا يعني يعني احنا صدرنا وعلمنا كل اللي حاولينا كيف يسبقونا خدوا كتالوجنا ودونا كتالوج ما عرفش مين في اللي ما بيلعبوش كورة العشوائيات ها فيه تعبير خدوا زرفنا ودونا زرفوه ها بدلونا بدلوه للاسف ده اللي حاصل وزي ما قلتلكم ازا كان الفار بالشكل ده بالتدخلات دي ما تستغربوش لما الناس تطلع تقولك عصو لما الفار اتعمل الاهل ما خدش الدوري ده الفار لما اتعمل بطرائدكم طبعا الفار لما اتعمل بالاملاءات الفار لما اشتغل بالتليفونات الفار لما اشتغل بالضغوط اللي بتحصل وهو على الحكام اللي درجة انه لما ييجي راجل اجنابي هيدير صحة او يعلم الناس صحة او يكشف الغلط لا الحق شيله وهات واحد نعرف نكلمه ونعرف نتواصل معاه ونعرف نطلب منه التعينات بصح محمد معروف يا شغال على وجنه بقاله كم سنة بينطوا يحتفل مع الكورة المرشات الصعبة اديها لمحمد معروف ما حدش وقفوا لما جيك لاتنبرج وشاف اللي حاصل قالك ازاي ده ما توقفش من بدري ووقفوا بقالوا فترة النهار ده رجع النهار ده رجع ما اشتغلوا هذا الموقوف فاز في احد الاسفتقات اللي مش عارف اتعملت امتى بقى انه احسن حاكم احسن حاكم يسمع الكلام بنفذ المطلوب لانه معروف ترجمة نانسي قنقر